سعال هل أمو إلينا الضفوة عمو يزيد تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك يا أطفال في كل مرة نتكلموا عن أيام دولية وعالمية واليوم كان عيد عيد رو قريب ما يقالوش بزاف هو يوم عاشوراء يوم عاشوراء من بعد رحين تعرفوا أباكم يوم عاشوراء هو نسبة لليوم الذي تغلب فيه سيدنا موسى عليه السلام على فرعون وأنجاهم الله من الموت بشق البحر وكامل معجزة شق البحر وعندي مفاجأة لكم من بعد وكذلك يوم 22 سبتمبر كاين اليوم العالمي بدون سيارة على باركم بالليل شافوا بالليل السيارات فيها تلوث كبير للعالم وشافوا بالليل هذك الازدحام وكامل كاين تلويت يعني يوم عالية لذلك داروا اليوم العالمي بدون سيارة باش يحسوا الناس باش يستعملوا المواصلات يعني اللي ترانسبرونكم ما وكامل والمواصلات العمومية وكذلك يوم 27 سبتمبر كاين اليوم العالمي للسياحة رجولنا الانترنسيونال لانه السياحة مرتبطة بالثقافة بالمجتمع وكامل باش ينبينوا اهمية السياحة قبل اي شيء موالف نطرح لكم لغز شاطرين تما شاطرين بزافنا شوية شاطرين بزاف اذا لغز اليوم يقول تضرب بلا سبب تطير بلا جناح تسبب الغذب والفرح ما هي يا سورة؟ نعود اللغز تضرب بلا سبب تطير بلا جناح تسبب الغذب والفرح ما هي؟ اذا فكروا الى غاية نهاية الحصة ابيبلي شاطرين تما وأصدقائنا اللي رامي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا الجواب عن اللغز عن طريق الانترنت عمويازيد.com بهذا الشكل اذا يا اطفال اسرع جواب اللول اللي راح يجاوب راح تكون عنده هادية يلا معنا على بالي بيشاطرين معلش قعدوا الى غاية نهاية الحصة انا رايح دركان اخترح عليكم رحوا نكتشفوا مدام قلنا بليوم عشراء هو نسبة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف اليهود يصوموا يوم عشراء قالهم نحن أولى بموسى عليه السلام اذا من تم اللي بدات المسلمين يحتفلوا بيوم عشراء نسبة لنجاة سيدنا موسى اللي نجاه ربي سبحانه وتعالى من فرعون بمعجزة تشق البحر اذا اليوم راح ينعرفوا نتعرفوا على سيدنا موسى هذه اللي راح دينا نبدة تاريخية اذا اتفضلي هذه اللي مرحبا بك مرحبا بك مدين تصفيقة عليها تصفيقة اتفضلي هذه البنتي اتفضلي اتفضلي السلام عليكم احبائي انتم حتما تنتظرون شخصية اليوم انه سيدنا موسى عليه السلام ولد سيدنا موسى عليه السلام عام 1463 قبل الميلاد عندما حملت امه به خافت ان يقتله فرعون فاخفت حملها ولما ولدت اوحى الله اله ان تلقيه في التابوت وتلقيه في النار فقامت بذلك فطاف في النار والتقطته زوجة فرعون وطلبت اتخاذه ولدا فادخلته القصر واسموه موسى مر موسى عليه السلام ذات يوم في طرق المدينة ليلا فوجد رجلين يقتتلان ولما رأى احد الرجال موسى استغاث به ففي الشجار قتل موسى الفرعون بدون قص شاه الخبر ووصل الى قصر الفرعون وعندما سمع ذلك ارتعب وقرر الهرب لان الخبر ذاع ووصل الى فرعون غادر موسى البلد واتجه الى بلاد شام تلقاء مدين وسال بلا ماء ولا زاد فكان يقتات بورق الاشجار وصل الى مدين بعد رحلة طويلة رأى فتتين تسقيان الماء فسعدهما على السقي وعند عودتهما الى الاب قصة عليه قصة الرجل الغريب الذي سقى لهما أعجب أبوهما الشيخ الكبير بالرجل فأمر احدهما ان تعود اليه وتبلغ هدوة ابيه ليجزيه عن عمله دخل موسى على الشيخ الكبير فرحب به وعرض عليه الزوات من احد ابنتين التي سقى لهما قبل موسى العرض ولبث عند حميه الشيخ في مدين عشر سنين تحرك قلب موسى عليه السلام ان يعود بأهله الى مصر وازم على المسير واستعد لذلك ما ان وصل موسى منطقة جبل طور اذراء نار فلما آت موسى النار سنع نداء فأوحى الله له وكلفه ان يحمل رسالة الى الطاغ فرعون وآطاه الله الآيات لما احس موسى بالخوف من فرعون طلب من ربي ان يرسل معه اخاه هارون ليكون له رداء لانه افصح منه لسانا حمل موسى الرسالة ومعه الموجزات ودخل مصر وقابل فرعون مع اخي هارون وكان من امرهم المواجهة والحروب في قصة كبيرة انتهت من انتصال موسى عن طريقة موجزة انشقاق البحر الى نصفين وغرق فرعون بعد محاولات اقناعه الا انه لم يقتنع واراد الحرب اخرج قومه من مصر انجهم الله من فرعون ثم ذهب وتلقى من ربي الالواحة وفيها الوصايا الالهية شاخ موسى وتقدم في السن حتى بلغ مئة وعشرون العاما ثم اخبره بان ايامه قد اقتربت من الاكتمال فجمع قومه والقى عليهم خطبته الاخيرة ثم سعد منفردا بامر الهي الى الجبل ومات على رأس الجبل في 1316 قبل الميلاد شكرا اصدقائي برافو 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 هاديل برافو هاديل اذا سيدنا موسى عليه السلام معروف بمعجزة انشقاق البحر وانتصاره على فرعون وانجاء قومه من فرعون اذا لهذا السبب سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سيام يوم عشراء و اصبح يوم عشراء هو يوم عيد للمسلمين بما اننا في يوم 22 سبتمبر احتفلنا باليوم العالمي بدون سيارة عمو يزيد لكم اغنية نقول فيها يا سائق السيارة ياقي وين نتكلموا مع سائق السيارة ونقولوا له سوق بحذر سوق بحذر اذا يلا هتغنوا يكمل معايا يا سائق السيارة يلا يا سائق السيارة اخوض حذر كبير واحترم الإشارة انا قفل صغير يا سائق السيارة اخوض حذر كبير واحترم الإشارة انا قفل صغير يا سائق السيارة اخوض حذر كبير واحترم الإشارة في طريق السيارة يا سائق السيارة اخوض حذر كبير واحترم الإشارة انا قفل صغير اخوض حذر كبير تسلذ مني طفل صغير فوض مني كل ما تعجب يسا يقفل حذر كبير تتمهى لأتغفل وزقت مني طفل صغير فوض مني كل ما تعجب يسا يقفل حذر كبير يا سائق السيارة اخوض حذر كبير واحترم الإشارة انا قفل صغير اشتركوا في القناة نتمنى تفهم مخشودي صافي فيها الخير شعال من العباد تتودي مصاب و تدبي يا سايفة السيارة وحبلي كدير واحترم الإجارة في طريق السيط او يا سايق ليك النادي لا تعملك الغير لا تفيد الندم السيدي وما تعملك الغير او يا سايق ليك النادي لا تعملك الغير لا تفيد الندم السيدي لا تعملك الغير او يا سايق ليك النادي لا تعملك الغير لا تفيد الندم السيدي وما تعملك الغير اه يا سايق لي في النادي لا تعمل كل غير لا اتفي بالجدمة سيدي لا تعمل كل غير لا سايق في السيارة وحقلي كبير واحترم الإشارة في طريق السيار فتأني والله تكسب الراحة والخير والخير مفروض وجل غلام الضمير فتأني والله نكسب الراحة والخير والخير مفروض وجل غلام الضمير فتا أنه والله تكسب الروحة و الخيل و الخيل مفروض و وجل الغلام الضامن فتا أنه والله تكسب الروحة و ال خيل و الخيل مفروض و وجل الغلام الضامن نحن في فتا السيارة نكون حغال كبير بحتمل إجادة في طريق الثالي برابو 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 يا أطفال برابو برابو إذا هذا نداء منكم أنتما يا أطفال ومننا ومن عمو يزيد لسيق السيارة باش يحترم الإشارة ويسوق بحذر وش رايكم دركنا نروحوا لألعاب الخفة يلا إذا نزقوا كامل لعمو نوردين مرحبا بك عمو نوردين تفضل 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 مرحبا بك عمو نوردين يلا نرحبو بعمو نوردين تفضل تفضل مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أيضاً نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنه يساعدك لا تلعبوش بالنار يا أخي أطفال لا يبارك لا يبارك لا تلعبوش بالنار يا أطفال عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية حبات البطاطا يالله كامل معي يا أطفال كما وعدكم مقبلة نحكي لكم حكاية حبات البطاطا واحد النهار المعلمة في القسم حبت تعطي درس للأطفال قتلهم غدوة تجيبوا كامل ثلاثة حبات البطاطا معكم لم تفهموا شما هذه المعلمة لماذا قتلهم تجيبوا البطاطا جابوا معهم ثلاثة حبات البطاطا وبعد قتلهم هذه ثلاثة حبات البطاطا لازم تأخذوهم في المحفظة وتخلوهم وكل مرة يقولوا بالك تقولنا نحوهم ولا خلاتهم يوم يومين ثلاثة ربعة بعد كالحقت سمانة بدت هذه المحفظة تريح الريحة تدعى البطاطا فزدة وهم تقولوا استاذة استاذة بصرح المحفظة تعناية ريح قتلهم قتلهم انتوما سمانة برك رفدتوا هذه الريحة هذه الريحة واسمها الكاراهية كيف يتكرهها الإنسان يعني إنسان كي يكون قلبه معمر بالحقد ومعمر بالكاراهية شغل هذه البطاطا الفزدة إذن قتلهم ما لازمش تكون قلوبكم معمر بالكاراهية ومعمر بالحقد لازم قلوبكم تكون معمر بالحب أمو يازد أمو يازد نستنجم حكاية اليوم أنه يجب أن نكون محبين لبعضينا وننسى الإساءة برافو 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 إذن شكرا تحية 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 البوبي إذن يا أطفال عالم مليء بالحب أحسن من عالم مليء بالكرهية لازم نحبه بعدنا بعد باش نعيشه في راحة وسلام يا أخي يلا معي برافو عجبتكم الحكاية يا أطفال إذن عالم مليء بالحب خير من عالم مليء بالكرهية باش نعيشه في فرح والسلام يا أخي عليكم اللحقنا واحد روكن نحبه بزاف وركن بريد عمو يازيد هو الرسائل اللي تبعتوهم لي نحبهم بزاف وانتما يا أطفال اللي حبيتوا ترسلوا عمو يازيد معلكم إلا تروحوا الموقع على الانترنت عمو يازيد بوان كوم وترسلونا عبر الزرار آراء وملاحظات بوبي أعطينا البريد تأصدقائنا اللي جانا اليوم رح نقرأ عليكم بعد الرسائل تأصدقاء شكرا 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 بوبي شكرا رح نقرأ الرسائل يا أطفال الرسالة الأولى نحب هذه الرسائل بزاف الرسالة الأولى من عند عثمان عبد الله 11 سنة من مدينة بسكرا بسكرا مدينة النخيل نحيوهم مدينة دقلتنور كذلك أو يقول لنا عبد الله هذا البرنامج رائع الرسالة الثانية من عند عبد المجيد دايرة 12 سنة من مدينة وهران وهران الباهية نحيوهم كامل قال لك الحصة جميلة وترفيهية وأنت أجمل 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 يا عبد المجيد مرحبا بك ولدي شيء جميل الرسالة الموالية من عند مادية عبد الرحيم 8 سنوات من مدينة تيسمسيلت الله يبارك مرحبا بكم ناس تيسمسيلت أو يقولكم السلام عليكم عمو يزيد بلغ سلامي لكل الأطفال أو يسلم عليكم عبد الرحيم مادية 8 سنوات ثم تنتسلوا عليها الله يبارك إذن الرسالة الأخرى تقول هذه بالقسمي أنايس عشر سنوات من الجزائر العاصمة قتلك عمو يزيد برافو وأريد المشاركة إذن يا أنايس عشر سنوات من الجزائر العاصمة بالقسمي مدامك شاركتي في الحضور حتما رايحين نعيطولك باش نجي تحضري معنا وتفرحي معنا ونحن تريد أن نفرحه بلقائك آخر يسالة فيها اليوم أختها ثاني إلينا بالقسمي تسع سنوات من العاصمة كذلك قتلك كان ثاني الحصة هيلة وأريد المشاركة إذن رحين نستاذفكم للتنين إن شاء الله يا ربي مدام استجلتوا للحضور بوبي احتفظنا بهذا الرسال الجميلة هذه ودركها الحقنا الركن النكت شكونا عنده نكتة جميلة جيحكيها لي تعالى 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 أقعد قدك بواحد مرة واحد أستاذة قد تراميز تحم رسموا لها حاجة جلس تليوم قاع جلس تليوم واحد رسم لها نقطة صغيرة قد لهذا وشنو قد طيارة في اسمه ها 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 هاي بعيدة يعني في العفرون في العفرون خيار الناس خيار الناس تفضلي بنتي كان واحد أرجغيان تخلى للرستورو كان قدامه واحد ما يعرفش يقرأ ذاك الأرجغيان كان قدامه واحد فرنسي يدرغي فرنسي كان يأكل في الجيج وبعد ذلك سيغفو أطاله الموني لذاك الأرجغيان قال له بلي حط يدوك طاحت في العدس ازهر طاحت في العدس وبعد ذاك الأرجغيان الر communities قال السيربو قال لو أنكور ورغيان قالوا أنكور به الحقنا لذلك إن جواب عن اللغز اللقس قال تضربوا بلا سبب تطيروا بلا جناح وتسببوا الغضب والفرحة ما هي؟ تعالي تعالي بنتي روحي عبدي قولهم اسمك ياسمين ياسمين وش هو الجواب؟ الحطب الحطب لا لا ماشي الحطب تعالي تعالي بنتي واسمك؟ ميليسا ما تسكني ميليسا؟ الغي سولاي هدي في الشوالي الله يبارك وش هو الجواب؟ سحابة لا لا ماشي سحابة شكولتي يعرفها تعالى قولهم اسمك؟ البالون قولهم اسمك اسمك بالون واسمك؟ شحن في عمرك؟ ثمني سنوات الله يبارك مشاطر هكذا في الدراستاني الله يبارك وش هو الجواب؟ البالون واسمه بالعربية الكرة هو الكرة إذن تضرب بلا سبب وتطير بلا جناح وتسبب الغضب والفرح ما هي الكرة أقعد أيد أقعد أوليدي أقعد برافو أعطيه الهدية تعريان إذن ريان الهدية فيها قبعة قبعة مع عم يزيد تحميك من أشيعة الشمس الضرة وعندك كذلك ثلاثة تعلي سيدي تععموا يزيد ليدرهم طيلة سنتين كل سيدي فيه 22 أغنية للأطفال إن شاء الله تستفد بهم تفضل أوليدي شاطر 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 تفضل انتم تاني أطفال إن شاء الله تكونوا صبتوا الجواب على بيكم اللي يفوز بالهدية شكوه هو الأسرع أول واحد يجاوب راح ينكلموه في الهاتف ونعطوه الهدية تاول جميلة اليوم عيد ميلاد رسم تعال أوليدي 12 سنة 12 سنة تعال تعال أروح أروح إذن مبركة عليك ولدي أنا مع أصدقائي راح ينغنوا عيد ميلادك أحلى عيد الرسيم وأصدقائنا يروحوا يجيبوننا القاتل وتعلى الرسيم يلا أصدقائي راح ينغنوا عيد ميلادك أحلى عيد رابك تابلك عمر جديد الله يبرد في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبرد في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد من القبيل في نتمنى صح و سعادة وهنا شرح يا ربي لم يتسانا وتعيش أيامها أخرى شرح يا ربي لم يتسانا وتعيش أيامها أخرى يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا نسأل مراح غني مفراح ونعش أحلى الأوقات نسأل مراح غني مفراح ونعش أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها ليلة حلوة يا محلاها بسمك أنت زيبناها ليلة حلوة يا محلاها باب الله يدولوه وصحابه ويبركلوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوة يا جميل برابو إذن راسيم تناش حداش كامل عشرة تسعة ثمية سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة ثلاثة واحد واحد طفي الشمعاء طفي 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 قريب طفها لك إياد برابو 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 إذن بروك عليك بروك عليك أعطي للشهادة تعوه إذن يا أطفال كامل كامل عندكم شهادة في إنجاح تصوير حسة مع عمو يزيد كي تخرجوا منك كل واحد يأخذ شهادة باسمه تاخدوها ذكرى ذكرى حنا نفتخروا أنكم جيتوا لهنا يا صورتم معنا هاد الحسة تبقى لكم كالذكرى راسيم تفضلوا ليدي وبما أنك جمعت خمس قاسيمات من علب حالي برامي ورسلتهم على عنوان صندوق بريد 42 ألف استوالي العاصمة رأي البرنامج راح يهديلك هذه الدراجة هذه الدراجة إن شاء الله تستفاد بها إذن وانتم معلكم إلا ترسلونا بخمس قاسيمات من علب حالي برامي باش تجوا تحتفلوا مع عياد ميلادكم هنا أنا مبقى لي لنقول لكم بقوة الخير ستنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت سلام حبوكم يا أطفال لا تحزنوا حنا الودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يا زين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يا زين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة